شوفت عندك حاجتين طول الوقت شغالين تجاه مصر في السنوات الاخيرة وتحديده لو منتكلم على عامين الاخيرين في المؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بشدة في قراراتها اللي بتطلحها أو في تقاريرها اللي بتصدرها بالحفاوة بالأداء المصري وبالدور المصري وبالسياسات وخطوات الحكومة المصرية والإشادة بهذه القطوات وبهذه الإجراءات بل والتنبؤ بأنه الاقتصاد المصري في حالة النمو في دولة ناشئة أو اقتصاد ناشئ التصنيف الاقتماني طول الوقت بيتعدم باعتبار مصر في منطقة آمنة يمكن الاستثمار فيها ويمكن الاقتراض منها وإليها ده على النحية الاقتصادية اللي طول الوقت طبعا لما بتصدر هذه التقارير ولما بتعقد هذه المؤتمرات والندوات وتنتهي إلى هذه التصريحات بيتم الاحتفاء بيها في الصحافة المصرية أو الإعلام المصري عموما ولدى دوائر الحكم في مصر باعتبار دي شهادة دولية لصالح مصر ويعني تثبت ان مصر على الطريق الصحيح من الناحية التانية هتلاقي تقارير منظمات حول إنسان ومنظمات حولية الرأي والتعبير أو منظمات المكتبع المدني والصحافة الغربية تقريبا من نسبة 98% يعني كلها واخدى الموقف اللي سلبي تجاه مصر واللي بيأكد طول الوقت على النقاط اللي محلم يعني نقد وهجوم وهي النقاط والحرية السياسية أو المجال العمل السياسي والمدني في مصر والحكومة المصرية ساعتها لما بتشوف التقارير دي أولا بتقول إنه ده تقارير متعسفة وإنه دي نظرة لنا بطريقة مترصدة وإنها نظرة غير إيجابية وإنه يعني برضو ما فيش مشكلة إنها مؤامرة أو إنه بيحللونا غلط أو إنه بيغدموا سياسات دول أخرى أو منظمات أخرى معنية بتشويه صورة مصر وده فيه جزء يعني حقيقي وفيه جزء طبعا من الحكومة المصرية المبالغة للدفاع عن نفسها الجزء الحقيقي إنه أيوة فيه تأثير إخواني ولا شك قوي منذ زمن على دواير البحث والأكاديمية ومنظمات الحقوق الإنسان في المجتمع الغربي وعارفين يبيعوا البيعة بتاعتهم لها اللي اشتروها يعني المؤسسات دي خصوص المؤسسات دي في كثير منها أيضا ممول من جهات يعني تحب إنه صورة مصر تفضل سلبية وتفضل حاضرة الجانب السلبي فيها أكتر من أي جانب إيجابي لكن هما ما بيخترعوش اللي بيحصل يعني الحاجات اللي بيقولوها بتحصل دي بتحصل فعلا قبضه وسجنه حاجات كده أيها طبعا بيحصل يعني محاكمات وواواواوا ما بيخترعوش هايزة الكلام ترجمة نانسي قنقر